اشتركوا في القناة احداث ديالها بموجب تعديل الذي طرأ على القانون 4-0-5 المتعلق بمكافحة غسل الأموال لنصف المادة 32 على أنه تحدث لدى السلطة الحكومية المكلفة بالعدل آلية وطنية تعنى بتطبيق قرارات مجلس الأمن ذات صلة بالموضوع ديال الإرهاب وانتشار تسلح وتمويلهما هذه الآلية الوطنية تم اعداد نصف تنظيم المؤطر لها وهي تضم 15 قطاع من قطاعات حكومية وأمنية وقضائية ومالية تشتغل وفق واحد مقاربة تحددها معايير دولية وأيضا ضوابط محددة في النص القانوني لأن هذه الهيئة تبقى هيئة إدارية تتخذ قرارات خارج المقاربة القضائية بمعنى أن هذه القرارات المتعلقة بإغلاق الحدود سحب جاوى السفار تجميد الممتلكات تطبيق العقوبات المالية تبقى قرارات إدارية والقانون نص على أن كل ما تتخذه اللجنة في إطار اللائحة الوطنية يبقى قابل للطعن أمام القضاء الإداري أما ما يرتبط باللوائح الدولية فعلى مستوى مجلس الأمن هناك جهة للمظالم تتلقى الطلبات المظالم لحدف بعض الأسماء أو عدم إدراجها في هذه اللوائح الوطنية وفق مسترى مبسطة تطبق على جميع الدول في هذا الإطار ومن طبع بالحال العمل لأن الصلاحية المنكولة لها جد مهمة وتمس بالحقوق والحريات والملكية ومجموعة من الأمور فستشتغل وفق ضوابط محددة أو أهمها النشر يعني ستكون قرارات منشورة يعني يتطلع عليها الجميع ويمكنوا نشرها في الجريدة الرسمية وأيضا يعني ينبغي وضع معايير دقيقة للإدراج في هذا اللوائح فيما يتعلق بالحالات التي عندها اشتباه أو الحالات المتعلقة سيتم نشر القرار القرار لأن هذه كما قلت قرارات إدارية قرارات إدارية تحفظية تتخذ وسيتم الإعلان عنها في الموقع الرسمي وسيتم إبلاغ كافة الأجهزة التي يمكن أن تدبيرها بعض العمليات المالية الأبناء كالمحافظات بعض الجهات الأخرى التي قد يكونوا لما كانت ارتباط مجال تدبير الأموال والممتلكات وكما قلت وفقها وحد مصطرة محددة قانونا وهذه الآلية هي ليست آلية خاصة بالمغرب جميع الدول في إطار تطبيق القرارات دي المجلس الأمن تضم هذه الآلية وفق تدابير محددة لفيها معايير موحدة على مستوى العالمي ما بين كافة الدول كيف يمكن أن تتكفلها؟ المجال تعزيز الحقوق والحرية أول العمل لجنة ما سيكون اعتباطي كما قلت سيكون بناء على معايير التي هي متعارفة عليها في المعايير الدولية والإدراج في هذه اللوائح وكما قلت هذه اللجنة الوطنية ستطبيق قرارات للمجلس الأمن ليواجهها عندها الحجية بالنسبة للقرارات ديالها على مستوى الحفاظ على الأمن الدولي يعني أيضا تشتغل بسميته ويسيكون من طبيعة الحال هذه الحالات مرتبطة ببعض الحالات ديال الشتباه زيادة على أن هذا التدابير هي تدابير تحفظية فقط وليست نهائية بمعنى أنه إذا ظهر أن هذا الشخص لا علاقة له بكذا سيتم محدفه من اللوائح وفق مصاطر مبسطة موسيقى